في كنيسة الشهداء في قضاء السيميل بمحافظة دهوك أقيم قداس مهيب ترأسه بطريير كنيسة المشرق الأشورية في العالم البطريير مار آوارويل الثالث بمناسبة يوم الشهد الأشوري وتخلل القداس الصلوات الخاصة والترانيم التي تعبر عن الحزن والأمل معا مذبحة سيميل هي أول مذبحة حدثت في تاريخ العراق الحديث بعد تأسيسي كدولة معاصرة وهي اللي فتحت الباب أمام المذابح الأخرى التي حدثت في الأنفال في حلبجة في الأهوار في الانتفاضة المعالجة ليست بإعادة الحياة لمن فقد حياته ليرحمون ربهم في أبرار شهداء أبرار ولكن معالجة النهج اللي تقوم عليه الدولة ومنظماتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية بحيث أنه يتم الاعتراف بالمجزرة الاعتراف بالمذبحة ومعالجة أزبابها دراس أزبابها لكي لا تتكرر حكومة أقليم كردسان تحديداً برلمان أقليم كردسان في 1992 اعترف بهذا اليوم واعتبره عطلة رسمية للأشهرين في الأقليم ونتمنى على غراره أن الحكومة الاتحادية أيضاً تحترم هذا اليوم وتعطيه خصوصية إلى جانب عائلات شهداء هذه المنزرة شهدت المراسم حضوراً رسمياً لعادة من الشخصيات الحكومية والسياسية التي جددت المطاليب من الحكومة العراقية إلى الاعتراف بهذه المنزرة بلد العراق هو غير مستقر وعكس ذلك نشاهد في أقليم كردستان مبدأ التعايش، مبدأ القبور الآخر، مبدأ المواطنة، مبدأ التسامح موجود والحمد لله نشهد مناطق الأقليم كلها مناطق مزدهرة، عامرة، مستقرة أمنياً، مستقرة سياساً لأن المبدأ هو قبول الآخر والتسامح موجود من زمان موجود أيضاً نحن أيضاً كمسيحيين وكأكراد، كيزيدين شاركنا تقريباً بكل الأنفال وبكل المثابح للدفاع عن الأرض، للدفاع عن الحقوق وهذا الظلم هو ظلم تاريخي موجود على مر العصور على الشعب الكردي، على الشعب المسيحي، على الشعب اليزيدي نحن شعب عصيل، لنا جذور لقرابة سبعة آلاف سنة في هذه المنطقة ولكن كنا مخلصين لبناء الدولة العراقية منذ تأسيسها ومنذ نشأتها ولكن هكذا جازونا، هكذا كان جواب من حكموا الدولة العراقية مروراً بالزمن الملكي ووصولاً إلى الطاغية صدام حسين وحتى بعد تحرير العراق من الدكتاتورية وبالرغم من مرور عقود من الزمنة ما زالت ذكرى مزارة سيميل التي ارتكبها تلقوات العراقية عام 1933 بحق الأشورين ذكرى حية في قلوب أبنائي ضحايا هذه المزارة لقناة زعجوز الفضائية بوارداخاز دهول